لكن خليني أقول في البداية أحبائي كتير في هجوم على هوية يسوع المسيح من غير التحقق ومن غير التروي ومن غير ما يقرأه وأصعب شيء أن الواحد بيقدم اتهامات وهذه الاتهامات باطلة وإحنا بعيدين كل البعد عن هذه الاتهامات تعرفوا أسرع وسيلة دفاع أو أسرع وسيلة هي الهجوم أنك أنت زي واحد بيضرب قنبلة ومش مهم يعني وين الشظايا بتضرب وين بتصل ومين بتأزي وشو الغرض وشو الهدف منها أشخاص يعني ما عندهم مش الإيمان أو بيؤمن بالله لكن ما بيعرفوش هوية أو طبيعة الإله الذين يؤمنون به وبيعرفوش مرات برمي الكلمات وبعض القرارات بتحتم مصيرهم وأبديتهم لكن الشيء الجميل أحبائي في كلمة الله الكتاب المقدس بيسير بتسلسل بتناغم عجيب في كل صفحات الكتاب المقدس بعهديه وتقدم شخصية واحدة شخصية يسوع المسيح يقول الكاتب إلى العبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني كلمة الله يسوع المسيح في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم فالله كان بيتواصل كان بيتفاعل لأن الله حي بروحي وناطق بكلمة المسيح كلمة الله ترجمة نانسي قنقر